طيب خلينا نطلع لفاصل عزيزة المشاهدين ونرجع نكمل أخبارنا ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم الجديد اللي ما تفرجش علينا في الانترو الحقيقة لعبة الخماسي الحديث بتسطر يعني الحقيقة تاريخ جديد وإنجاز كبير كمان بفوز محمد الجندي منذ أيام ببطولة العالم أو المديلة الزهبية ببطولة العالم للشباب والحقيقة دي حاجة على ساعدتنا كلنا فكان لازم يكون النهار ده بنحتفل بيهم ونتكلم معهم عن هذا الانجاز الكبير في البداية برحب بكابتن ياسر حفني المدير الرياضي بالاتحاد الخماسي الحديث أهلا بك كابتن ياسر أهلا بك وأهلا بقناة الأهلي وطبعا شرف لأي حد أنه هو يبقى موجود يعني على قناة نادي القرن منور وطبعا يعني انجاز كبير وبدو شركوا عليه ومنور قناة نادي الأهلي طبعا من رحب بنجمنا الكبير البطل طبعا بطل العالم للشباب والحاكم الإنجاز كبير وبمناسبة أخو كمان أحمد الجندي معنا بطلنا النهاردة محمد الجندي أهلا بك يا محمد منورنا وألف من يوم مبروك طب أجيلك كابتن ياسر يمكن يعني خلي أتكلم مدير الرياضي للاتحاد يمكن أنا في الرياضة بقال كتير طبعا والمنصب ده يعني لفت نظري لفت أو شد انتباهي يعني مدير مدير الرياضي للاتحاد يعني إيه يعني شرح لنا يعني وظيفك إيه تمام هو طبعا لعبة الخماسي زي طبعا ما معظم الناس عارفة دلوقتي وهي لعبة معروفة في مصر هي عبر عن خمس ألعاب سباحة وجري ورماية وسلاح شيش وفروسية تمام لعبة مركبة التخطيط فيها ووضع الاستراتيجيات وإدارة التدريبات وإدارة المدربين عامة بتبقى شيء صعب جدا محتاج حد متمرس في اللعبة وعنده خبرات كبيرة التحاد الخماسي الحقيقة قدر أنه هو يعمل مدرسة جديدة أو نظام جديد لنفسه المتبع في معظم الدول أنه يبقى فيه مدربين لكل لعبة غالبا بيبقوا من باك جراوند حد لعب خماسي يعني مدرب سلاح مثلا كان لعب خماسي مدرب سباحة كان لعب خماسي الحقيقة المهند الشريف العريان لما جيب تده يغير شوية وابتده يشتغل على المدرسة دي اللي فيه بعض الدول بتشتغل بيها إنما هو يعني يشتغل بيها بنسبة 100% تقريبا فبتده يجيب مدربين متخصصين في كل لعبة أميز المدربين مثلا في السباحة فقط بيوظفهم عندنا في الاتحاد أميز المدربين في السلاح ويجبون أميز المدربين الإعداد البدني واللياقة والتخطيط الأحمال وهكذا فالجهاز الفني كبر جدا تمام؟ وكلما يجب فيه نتائج كلما الحمد لله الرعاة والدعم بيزيد فبنكبر أكتر الميزانية بتكبر أكتر فطبعا عشان تقدر تحط الخطوط العريضة والاستراتيجيات للمجموعة الكبيرة دي وما يحصلش تعارض ما بين الألعاب ما يجيش مثلا مدرب السباحة كل مدرب لو اشتغل مع نفسه أو فكر في لعبته فقط في الآخر ده هيضر العيف فلازم بقى فيه حد بيدير هذا الكلام إلا كانت طبعا الخطط بقى أنت بتتكلم على منتخبات عندنا منتخب بداية منتخب الأمل اللي هو إن شاء الله عايزين ننفس به في 20-26 في أولمبياد الشباب إلى منتخب 17-19-21 ومعمومي كل ده رجال وسيدات فطبعا خطط السنوية عدد مدير كبير عدد لعيبة مجاز فني أكتر من 40 شخص وده تدورك بتدير كل ده بتدير هذا الكلام موضوع ده كل ده يحفظه إزاي طبعا أنا محظوظ جدا أن أنا معايا مجموعة من المديرين الفنين يعني يمكن في منهم كمان كتير جدا مر أنوا أنا شخصيا وأنا لعب أنت بطل أولمبي كمان خلي بالك لعب أولمبي فده ميزة كمان أن أنت راجل لعبت أولمبياد فعارف يعني إيه أولمبياد والإستعداد للأولمبياد طبعا لا وساعة صدر المدرب اللي مرني ده وأنا صغير يعني في منهم مرني وأنا طفل صغير فإن هم يبقوا دايما في ظهري كده لما أنا أخدت المسئولية ويدعموني يعني ويساعدوني طبعا يعني مهما كنت أنا درست أو عندي خبرات في اللعب المجموعة اللي حوليها الحقيقة يعني بتسايم معايا جدا في بونا شخصيتي وفي أن أنا أتحسن في القصة دي لأن أنا طبعا عامل الشيفتينج في الكارير ده مش بقاليش فترة طويلة والحمد لله ده في الآخر وصل أن احنا يعني أعتقدت في سنة دي الحمد لله أحسن نتائج في تاريخ منتخبنا يعني على جميع الأصعيدة فيارب بس يكملينا على خير إن شاء الله وإنتوا بتطمعونا كده أنا مش عارف أنا يعني يعني السنة الجاية لأ هنحسن عن كده إن شاء الله إنتوا أدهوا قدود أنت نموذج يعني ناجح للاتحاد والمسؤولين فيه يعني بشكل يعني من قبل مهند الشيفة عريان يعني أصغر واحد سنة حقيقة المنظومة أنتوا عاملين شغل كويس أجي لبطننا بقى محمد الجندي يعني طبعا أنت من أسرة يا خلاص أنت كتب عليك وتبقى أبطال أولومبيين صح ولا لا غلطان فضة توكيو عشرين عشرين أنت سنة كم سنة محمد الأول عشرين عشرين ما شاء الله طيب إنت إمتى هتبقى فريق أول خلاص إمتى تسيبي الشباب هنا لسا فضلي كمان سنة في الشباب السنة اللي جاية وبعدكها هبقى كبار بس تمام يعني أنت الميزة عندك أن أنت لسلك سنة في الشباب وكمان بتلعب أول يعني أنت بتلعب أول وشباب وخدت مديلية كمان مع الكبار فديت خبرات كبيرة على سنك الزغير صح ولا أنا غلطان طيب ليه خماسي ليه بتديت الخماسي ليه لعبته ليه اللي شدك في الخماسي سواء أنت أو أحمد أخوك لا يعني أنا بدايتك الخماسي عشان خاطر كنت بعد أعمل فأنا دخلت معا في نفس اللعبة بس أنا أصاب يعني جات لي فترة في المصر كاية كنت سبت الخماسي وروح تلعب سكواش سكواش فين بقى كنت في ندي مديد ناصر بس بعد فترة برضو يعني كنت أحبب اللعبة أكتر بتاع الخماسي يعني فهرجعت لها وبدأت أتمرن أتمرن ليها طب قولي خلينا الكلام عن آخر إنجاز والمديلية قدامنا هي معلش يوريين كده بقى وريني كده محمد أمحمد دي المديليات دي مش بتيجي بالسهل هنا عندنا يعني دي المديلية مش عايف يا جماعة كده تبقى واضحة عندكم دي الدهب دي الفرق طيب يعني هاي بص يا جماعة عايزة إيه معرفش هتجيبه كلوز عليها وأبدل مسكها شوية ولا زمانتوا عايزة اللي عايزة أقوله إيه اللي عايزة أقوله إنه المديلية زي دي أنت أقول لي استعداتك الليها ازاي يعني أنت رؤيت فيه بطولة عالم معروف انت هتشارك فيها استعدت إيه استعدت إيه محمد وأنا بدأت بقى استعداد للبطولة دي من بعد من حولي شهرين مثلا من بعد بطولة العالم الكبار أخذت لي حولي همين مثلا كده أجازة وبعدها أستعد للبطولة دي وأشوف مثلا الحاجات اللي كانت مقصاني مثلا في البطولة وأحاول أحسنها بص يا جماعة المديليا ما شاء الله حاجة خمس لعبات هاي السباحة عندك الجارية عندك الشيش عندك الرماية والفورسية الخمس ألعاب موجودين على ظهر المديليا وديه المديليا التانية معلش هكماعة برضو نجيبها كده أنا زابت إيديه معلش دي المديليا هي مكتوب عليها طبعا يعني إن هي اسم البطولة والنهاية طبعا أكيد لونها دهب لأنها دهب حاجة يعني ما شاء الله تفرح يعني فماشي أنت لعبت بطولة العالم وفقت فيها برضو الحمد لله ها الحمد لله يعني كنت أنت أحمد أخوك ماتش بلعب معك صح؟ كان لعب لا أحمد لعب بطولة العالم دي كان أول عب لكن كنت أول 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 بعد إصابة كتفه صح؟ طيب وأنت لعبت بطولة العالم للكبار عملت إيه؟ طلعت تاني ما شاء الله يعني أنت في الكبار وقت تاني فطبعا كان كل الناس متوقع عليك في البطولة تاخد دهب بس ده كان ضغط عليك شوية ما خلي جاله أنت لما تلاقي الناس شايفك في كبير خط فضة فالناس بصلك أن أنت اللوجيك تاخد دهب في الشباب طيب بتتغلب على ده ازاي؟ يعني الضغط العصبي والنفسي هل معك دكتور نفسي اللي تحت موفره لك؟ هل أنت بتتكلم مع أحمد؟ هل والدك والديتك؟ هل تتكلم مع كابتن ياسر في الموضوع ده؟ يعني قولي بتعمل ايه في الضغط العصبي؟ لا يعني الضغط كان موجود دايما كنت بحاولة مركز فيه دايما وهو أفضل زي ما أنا كنت زي ما كنت داخل البطول اللي قابليها لهو ما فيش حاجة مستنية مني أو كده بس طبعا بقيت كل شوية لو لازم أتمرن كويس ما ينفعش أصرف أي حاجة بس طبعا بقى أحمد دعم بكنت بقى بتكلم معي عشان خاطر ديني من الخبرات وأكيد أحمد أكبر منك بدي يا محمد؟ سنتين سنتين انت رميون بعض طيب يعني كل لعب في الخمس الألعاب اللي بلعبها كابتن ياسر بيكل حاجة محببة لي يعني مش معقول بتحب الخمس رياضات أو الخمس ألعاب اللي بتلعبهم سواء جارية فروسية الشيش الرماية يعني أكيد في لعبة انت بتمين لها أكتر وبيجي فيها على أرقام أني لعبة من خمسة؟ أنا أكتر لعبة بحبها وهي اللي كتخلت نكمل أصلا في الخماسي السلاح لحب السلاح؟ طب ما فكرتش انت تتخص السلاح بس؟ أنا كنت فكرت أخذت في فترة كده في الوقت من وقت قبل لما أبدأ في الخماسي كويس وكده كنت عنقل سلاح خاصة لأن كنت يعني سباحة وجاري وكدت مكسي فيهم شوية ما كنتش بأتمرنهم كويس فالنتيجة طبعا ما كنتش كويسة فيها فلو فكرت أستثل وأكمل سلاح بس بس ساعت ديت نفسي فرصة سنة كده أن أتمرن ليهم كويس ومأسرش فيهم فقالت النتيجة كويسة فكملت طب أكتر لعبة منهم؟ أنا أخذ بقى السؤال من لاحة تانى يا كبت ناسر أنا أعرفها ولتعرف الإجابة طبعا بس أكتر لعبة تقيلة على قلبك شوية السباحة 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 تقيلة شوية هتلاقي الإجابتين دول عند مثلا 90% من اللاعب الخماسي شبه الإجابتين دول كده هيقولك السلاح واللعبة الأتقل على القلب يعني ممكن السباحة السباحة شوية خصوصا كمان هي نقاطها في لما تيجي تشوف قيمة السباحة في الخمس ألعاب بتلاقيها الأقل قيمة بالزبط كويسة السلاح يعتبر من أعلى الويتس في اللعبة فبتلاقي الناس يعني عايزين نمشي حنة كده في اللعبة دي هطلع يعني جيب كده بس المهم إن أنا هي أكمل بس يعني أنا أخذت كلمة محمد يمكن قالها قالك أنا كنت هستسهل ولعب سلاحة ده معنى إن الخماس يموت طالما بيقول السلاح ليها لعبة صعبة هستسهل ولعب السلاح بس الخماس يشق يا كابتن صح؟ بص أنا بس أخذ من كلامه كذا حاجة الحقيقة سؤالك الأولاني بخصوص أحمد ومحمد الجندي والحقيقة الاتنين لخوات دول على قد ما هم قريبين من بعض في حاجات كتير والشكل والإمكانيات والزينات وكل حاجة إنما هم نموذجين مختلفين تماما في الرياضة يعني وصولهم للبطولة نموذج مختلف تماما أحمد نموذج من صغر وهو على طول كان دايما في المقدمة من هو صغير وقد يكمل وهكذا محمد عمل حاجة الحقيقة أنا بشوفها نموذج كويس جدا وإعجاز وأنا بستخدمه خلاص دلوقتي دايما مع أي لعيب يعني باز المجهود بس ما وصلش للنتيجة اللي هو عايزة محمد أنا كنت من الناس اللي بعض أقول له يا ابني بقى ركز في السلاح وصيفك من الخماسي أنه فعلا كان يعني بتحسه بيجي كده السباح والجري مش مبسوط قوي إنما مركز وحط الموضوع قدام عينيه وهو الحقيقة هو أخوه عندهم صفة الالتزام حاجة رائعة ودي أهم صفة الالتزام في الخماسي دي أهم حاجة الحقيقة والانتظام في التدريب وكده قدر إنه هو في سنة واحدة بعد ما كان من الأربع الأسليم في فرية الكبار هو دلوقتي كمان يعتبر يعني مع كامل الاحترام لأحمد طبعا بالنتيجة السنة دي هو يعتبر رقم واحد في فرية الكبار ففي سنة واحدة قدر يحول يعني حتى أي واحد مهما كان الشخص اللي قاعد ده عبقاري في الخماسي وفير في الخماسي مش هيعمل كده صعب أو يتوقع اللي هو قدر يعمله مش هيعمل التغيير ده في الوقت ده بالزبط فأنا عايزة أقول إن سواء كنت أنت بطل من صغرك وبتكمل أنت ليك سكة للوصول للمطلقات العالمية سواء أنت عدت فترة طويلة جدا أولوياتك مختلفة وفي وقت معين بتاديد تحط دماغك في الموضوع وتركز فيه وتديله 100% برضو تقدر توصل لنفس النتيجة اللي قدر يوصلها الرجل اللي طالع من تحت بالنسبة بقى للسؤال الثاني بتاعني الخماسي لعبة شقة طبعا هو لعبة شقة وبعدين هو هو الفكرة أنه حاجات كتير عكسة بعض يعني أنت التحدي مش بدني بس أنت عندك لعبة زي السباحة والجاري هي العب بدنية وشقة جدا تيجي بعد كده لعبة السلاحة عاملة زي الشطرنج كده بس الشطرنج بدني شوي بالزبط تركيز وخطط وفي نفس الوقت قوة انفجارية شوي بعد كده الرماية حاجة تانية خالص محتاجها دوق وسلام داخلي وانعزال وبعدين بتيجي الفروسية اللي هي أنت بتتعامل مع حيوان ليه مزاج وليه مود كائن تاني بالزبط طيب سؤال يعني اللاعب الخماسي بيبقى ليه الحصان بتاعه ولا بالحصان ده عسا دي سؤال مهم لأن في الفروسية بيبقى ليه حصانه طبعا إنما في الخالف الخماسي بيلف على الكل صح صح أول لعب الخماسي الحقيقة الدولة المنظمة هي اللي بتوفر الخيل تمام بيبقى فيه اختبارات خيل قبل البطولة كل المدربين بيحضروها طبعا ويبدأوا ياخدوا النوتس ويصوروا الخيل ثم اللعيبة بتسحب قرعة وبناء على القرعة دي كل واحد بيدخل يسخن بحصانه 20 ديه ثم يدخل على المنافسة ودي طبعا من الاختبارات الصعبة جدا للاعب الخماسي اللي قد أحيانا للأسف يعني بيضايع من واحد بطولة بدون يعني بس هيغيروا الحصان هيغيروا الفروسية الفروسية خلاص هيبقى آخر مشاركة للخماسي بالفروسية تبقى في أولمبياد باريس 24 ان شاء الله هستبدلوها بقية كده هتستبدل بلعبة الحواجز أو اللي هي حاجة شبه حراكلة ومتابع برنامج نينجا ووريور اللي هو في أمريكا لحد يعني بيدخل في كورس تمام بيبقى فيه موانع مختلفة بأشكال مختلفة حاجة بتتشعلق عليها حاجة بتنزل من تحتها بتطلع منفوية تمام حاجة عاملة زي السبقات العسكرية كده بالحواجز تمام وتنط على بحيرة وتمشي على حاجة في اهتزان بالزبط 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 هي حاجة بتخاطب كل عناصر اللي هيكة البدنية في نفس الوقت طب يا انت على سيب البروسيس هل الحقيقة هو أنا عايز أقولك ان التغيير ده واحنا يعني بنلعب دور كبير وفي ناس كتير الحقيقة أنا بتشرف ان أنا واحد منهم كممثل لأفريقيا في اللجنة اللي بتختار اللعبة وتحط قوانين اللعبة دي انت في اللجنة بتحاد دولي ممثل لجنة اللعبة في الاتحاد الدولي فالحقيقة الاختيار ده هو مبني على دراسات كتير جدا ان انت تعلي أولا القيمة السوقية اللعبة الخماش الحديث تسهل تشويق بالزبط تسهل انت شار بتعليها بلا ان صعبة جدا الناس دول أفريقيا مثلا ودول أسيا توفر خيل تمام ان انت تحاول تعمل حاجة مسيرة وملفتة للشباب وزي ما انت شفت طبعا دلوقتي لعبة زي السكيت بوردينج البريك دانسينج دخل أولمبياد فالحقيقة الناس اللي اشتغلت على الملف ده اشتغل عليه بشكل احترافي جدا واحنا زي ما انت عارف طبعا أولمبياد 28 احنا يعني محتاجين نقدم بروبوزل قوي جدا ان شاء الله عشان ندرك دمن الألعاب دي فأتمنى ان تكون اللعبة الخمسة دي ان شاء الله ان شاء الله ولازم نبتدي فيها من دلوقتي والشباب بتوعنا ما شاء الله قادرين ان هما يقدوا فيها في شكل قوي جدا محمد عايش عدرات ده انت بتمسك في حاجاته وتموته بس هتبقى شايق بس اقول لها محمد بقى يعني انت ما شاء الله يعني بطل عالم وراجل يعني 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 ملتزم سواء انت او احمد الحقيقة انا حتى متابعكم على السوشال ميديا بتابع فيديهاتكم بتابع اخباركم طيب يعني كلمني عن يومك عشان ناس فاكرة الرياضي ده يعني راجل المرفه وراجل يعني الله ده بياخد بدوت عالم ده كلمني عن يومك عشان ناس تبقى شايفة انت بتعمل ايه بتصحى من النوم الساعة كام بتصحى مثلا ساعة خمسة خمسة ونص الفجر خمسة الفجر اه بتبقى عسا ساعة سبعة ستة ونص الفجر وبعد كده يعني انتهى ام만 كوني موجفه متابولين سلاح طيب أنت نقول في يوم الدراسة أنت بتخلص سبعة ونصف أو تخلص دوامانيا ما ستتروح لمدرستك بروح الجامعة جامعة نعيشا نعيش نتروح الجامعة وبعد ما تروح الجامعة بتقعد مثلا سيل لغاية الساعة 2-3 أنا بخلص جامعينيا مثلا على الساعة 4 أربعة بتروح حال التمرين تاني برجع بقى على الساد على الساد سواء جارية أو فروسية أو سلاح على حسب اليوم على حسب اليوم الجدوى يعني محطوط في ايه محمد الكلام ده كل يوم ايه كل يوم طبعا معادة الجمعة بس بأجازة الجمعة سيانة مش أجازة بها لا يا سيانات شغالة مش أعيز أجازة يعني يعني الست أيام بسم الله ما شاء الله أنت بتعمل كده اه و يا جماعة أنا بس يعني بريكوا نموذج عايز تبقى بطل اه عايز تاخد سكت بقى الخروج وصحابي ويا ويا عندنا اثنين أبطال الأولمبيين قاعدين قدامنا و كابتن ياسر خلص المشهور الأولمبي وبقى مدير إداري الفريق اللي بيدي خبراته للعيبة الصغيرة ده نموذج للأبطال عايز تبقى بطل طريقهم بايد طيب خلينا أتكلم عن المنافسات عندك بطولة بره زي بتقول العلم دي اه بتعمل ايه المذاكرة وبتاخد مثل كده معاك بالذاكر بره يعني بتعمل ايه هل بتبقى مستعد هل شايل حملة المذاكرة يعني بتفكر ازاي يعني بالنسبة للصراحة ببقى مثلا بدي مثلا نفسي وقت قبل البطولة مثلا لو في بطولة مهمة بر أو كده مثلا بدي نفسي أسبوع مثلا قبلها ممكن أفوت بمحاضرات من الجامعة و بدأ رايح عشان تعليل جانب الرياضي بالضبط والي هو يام الرحة تزيد كويس لو بدأ ما اروح الجامعة مثلا ممكن رايح رايح شوية في البيت أنا هم وكده 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 أرجع أكمل التمرين ثاني فهذا ما أفضل طول يوم صاحح أو كده طب قول لي بابا وماما أنا شفت صور كتير جدا لك مع بابا وماما وماما بزات أحمد يمكن علفت بابا وماما بصورهم من أحمد طيب يعني دعمهم لك يعني يعني إزاي هل دعم بابا وماما فرق معك أه أكيد طبعا يعني هم دايما بيبقوا معي في التمرين هم اللي بيوصلوا للتمرين بابا دايما بيوصلني ويقضوا مستنيني وكا يرجعني ثاني ما بيستمدلش هتحرك لوحدي أو كده ماشاء الله وماما طبعا بقى في البيت طبعا هي بتعمل كل حاجة حاجةها من التخزية والتوضيب أو كده على فكرة الأجانب كلهم البطولة اللي فاتت بقول لنا احنا عايزين نفس نفس الفصيلة دي أنا عايز أتطمر على مصر يا جماعة ليك أخ صغيرة محمد لا يوجد أخ صغيرة فعلا والله كلهم بيقول لنا الإفداء بس هو دور الأسرة معي على فكرة هو يعني طبعا نتكلم عليه بتوضع قوي لا هو دور استثنائي جدا يعني الناس من كتر ما هي الحقيقة يعني معي في كل خطوة بيعملها اوه أحمد أنا عايز أقول لك التدو يفهموا اللعبة زي أي مدرب دي حقيقة سواء كان بقى التغذية شوف نصر العلام لا لا ما شاء الله يعني دور الأسرة في أسرة الجندي بزي دور الأم طبعا ودور الأب رهيب يعني ممكن يتخطى كمان يعني مش عايز أقول يتخطى دور المديرين الفنيين المدربين سواء إداريا أو في العناصر المحيطة اللي هي طبعا أنا بشوفها كمان أهم التدريب يعني كل ناس بتمر إنما وحراك طبعا رجل بروفاشنال في الرياضة وفهم الكلام ده إنما انت بتتمرن 4-5 ساعات طب العشرين 19-18 ساعة اللي بقيت اليوم هم دول اللي بتجني فيهم سمار التدريب ده فده الحقيقة دور البيت فيه عنده يعني رائع يعني تقول لي باباكو منتق على هوا بشكرهم طبعا على المجهود اللي بيعملوا عشاني طيب يعني أنا حس إن أحمد الجندي عاد قدام هو لا يعني أنت وخوكو منوسكا وحدا يعني ما شاء الله ربنا يحفزكم يا ربي يا ربي لبابا وماما والمصر كلها بس أنا تعريف اللي بسطني في الكلام ده لأن أنا بتتكلم مع ناس محترخين على قد ما هو محمد يعني 20 سنة وليس صغير وعلى قد يا كابتناسي وما شاء الله يعني بتدي خبراتك لعيبة وشايفكم محترفين طيب خلينا أتكلم عن الخطط لازم الناس تشوف الجانب الإداري أنت راجل بتشتغل ببلان لعشر سنين قدام كلام ده صح يا كابتك طبعا إحنا بنشتغل قدام زي ما قلت لحضرتك حتة يعني أنا أتكلم في العام وأتكلم طبعا فيما يخص محمد عشان برضو ندي المجموعة المحترمة اللي شغالة معاها حقها وحمد برضو إحنا طبعا الخطط بتاعتنا طبعا فيه أهداف بعيدة اللي هي بتبقى سواء كان بقى الأولمبياد اللي هي كل 4 سنين تمام وفيه طبعا بقى الأهداف البعيدة دي بنقعد نكسرها الأهداف صغيرة 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 إحنا الحقيقة بنبدأ بالعكس شوي يعني بنروح مثلا إحنا عندنا باريس 24 فبنبدأ من 24 ونبدأ نرجع بالوقت نرجع بالوقت جهاز فيه ناس متخصصة في كل شق أنا ممكن أكون بسام في حتة الخطوط العريضة والخطة العامة وشوية مثلا فصل في مواضيع أو مشاكل معينة إنما في الآخر أنت عندك مثلا فريق خاص بس بتحليل الأداء أقوى مدربين أحمال موجودين أقوى مديرين فنيين للسلاح والسباح والرماية والفروسية في كل الألعاب فأنت في الآخر الموضوع التخطيط ده الحقيقة بتلاقي حواليك يعني جيش من المحترفين اللي بيسايل لك الموضوع ده وطبعا إحنا ما يميزنا برضو في اتحاد الخميسي الحقيقة وده اللي بدأ مع المواند الشريف العريان حتة الفردية شوية في تدريب بمعنى إن النهاردة بتعندك محمد وإحمد اللي هما الاتنين للإخوات اللي نفس جنات اللي قل كل الكلام ده تدريب مختلف تماما ثم مثلا الأبطال مش بناخد المجموعة كلان مرانها لا كل واحد ليه تمرين وكستمايز عليه هو بالضبط فيه حاجات طبعا بيشترك فيها الجميع إنما فيه أجزاء كبيرة جدا بتبقى حاجات يعني انديفيدويل على حسب متطلبات وإمكانيات واللاعب وعقلية اللاعب نفسيا وبدنيا وكل الكلام ده فطبعا فريق عمل كبير جدا شغال في القصة دي محمد طبعا شغال معه دايركلي فريق عمل رائع على رأسهم الكابتن عبد الرحمن عيسى وهو أصلا مدارب أحمال كبير جدا له خبرات كبيرة جدا مع منتخبات كتير ووضح كبير وشغال مع منتخب مصر للكورة دلوقتي طبعا هو استحق دا عن قدرة واستحقاق الراجل دا طبعا هو اللي بيعمل حتة إدارة الأحمال دي إم تقول لا أهدي هنا لا أزوج هنتكلم معه بقى بشكل مستفيل طبعا هو معنا في السجمت اللي جاء بقية المدربين طبعا مدربي السلاح واثنين شباب صغيرين رائعين ودي كانت من الخطوات اللي كانت محتاجة سكرة كبيرة من مهند الشريف ومن أحمد ومحمد كابتن ديفد عبد الملاك وعبد الرحمن عادل كابتن إبراهيم سكر مدرب الرماية يعني بنسميه صنع الأبطال عندنا في المنتخب كابتن ياسر عصر بطل فروسية كبير وصاحب أرقام مصر في الفروسية وهو مدربه وكابتن مدرب السباح أحمد المصري مدرب شاب برضو وده الجميل على فكرة في المنتخبنا يعني المنتخب ملوش قاعدة الحقيقة يعني هتلاقي مدربين شباب بيمرانوا نجون كبار جدا مدربين كبار بيسندوا الشباب دول وبيساعدوهم فالفورملا والروح دي وصلانها الحتة كويسة جدا أنا سعيد بكم جدا ومحمد بسخنطل على فاصل عزيزي المشاهدين طبعا عشان ينضم لنا طبعا كابتن عبد الرحمن مدرك كابتن عبد الرحمن عيسى اللي كان لسه كابتن ياسر بيتكلم عنه حالا عشان نعرف منه تخطيط الأحمال وطبعا هينضم يعني لينا بس طبعا أشكرك محمد ونورتين وشرفتين لأن كابتن عبد الرحمن هيخش يعني مكانك وتمنالك قبل المفصل يعني الفقرة دي عايز بس في دقيقة أكيد أحلامك معلش أحلامك طبعا حلم يعني وصلا أن نوصل لباريس 24 إن شاء الله وأعمل فيها نتيجة كويسة واجب موديلية يعني بس لحد ما أوصل طبعا لحد ما أوصل للحلم ده هيبقى فيه بقى السيزينين التانين أتمنى أن أنا أعمل أحسن من اللي عملته الموسم ده وأقدر أعمل إنكزات أكتر إن شاء الله هتعمل أنا محمد وبشكرك نورتين وشرفتين إن شاء الله وهنطلع لفاصل أعزائي المشاهدين عشان نستقبل كابتن عبد الرحمن عيسى مدرب محمد عشان نشوف المنظومة كلها شغالة إزاي ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد وطبعا بالرحب بكابتن عبد الرحمن عيسى اللي نضمننا في الستوديو مدرب منتخب مصر الخماسي أهلا بيك كابتن عبد الرحمن أهلا بحضرتك وأهلا بحضرتك وأهلا بحضرت نادي صح لعبت من سنة 99 لألفين وخمسة بعد كده انتقلت للنادي تاني أهلا ولكن لعبت فترة في النادي لعبت ويوجد هذا اللي فادك في الاعداد البدني والتأجهيز والتأهيل والشيء صحيح بص رياض عموما طبعا لابتكبالاتي الطائرة بس أنا عديت بأكتر من رياض وليعبت في أكتر من نادي بس هي أديتك خبرات أو أديتك تساؤلات هي اللي خليتك تدرس من بدري شوية وتدور وراء انت بتعمله بتعمله ليه وإيه الغلط والصح من بدري شوية من قبل الدراسة طب انت لعبت مع حد في الطائرة في نادي الأهم المعروفين أنا الجيل اللي لعبت معها جيل مويد 90 كله 89 يعني أحمد عبد العال لعبت مع أحمد قد لعبت مع محمد رضا جيل ده كله أنا لعبت معه لكن ما لعبتش درجة أولى ما تلاقي درجة أولى كان لمدة صغيرة جدا في اتحاد الشرطة اتحاد الشرطة بس طب نرجع بقى للخماسي والإنجاز الكبير اللي عمله محمد وإنه هو ما شاء الله يعني كابتن ياسر قبل ما حداك تنضم لنا قال عنا الكلام يعني ما شاء الله قول لي ليه اخترت الخماسي عشان تشتغل معه ليه بص أنا يمكن بداية كت مع أكتر منتخب من 2012 كتب بداية مع المبارزة واحدة من الألعاب الخمسة نعم باشتغلت مع أكتر من رياضي يعني أكتر من رياضي بطل في أكتر من رياضة في نفس الوقت الفترة اللي مبنى 2018 و 2015 كنت محظوظ أن أنا بدأت مع محمد وحمد الجندي من 2016 في الجزء بتاع الاعداد البلدني فقط وإدارة الحمل أو أن أنا بقوم معهم بدور معين في المنظومة من الفترة دي بعد كان ضمت في 2018 مع أحمد الجندي بقى بشكل رسمي في الاتحاد من 2018 مع أحمد ومحمد يعني أنت شغال مني مع أحمد ومحمد أو شغال مع المنتخب بشكل عام أو إذا ما قال كبتناسب يبقى الشغل الانديفيدي أو المعام لا داخل المنتخب أنا مسؤول رسمي بس عن أحمد ومحمد يعني تمام ما شاء الله ده كان من برسمي يعني بشكل رسمي من 2018 بعدنا بقى بكل المراحل أحمد الجندي بقى قولين بات شباب وبطلاط عام ناشئين ومحمد يمكن محمد كان برى الحسابات زي ما كنت ناسي بقول كده برى الحسابات خامس أنا عايز أقول لك احنا اتكلمنا دي وكان في رهام مع حد كبير قوي في الاتحاد عندنا كان في رهام من قبل أحمد مين اللي رأي عن استحاد كبير مين للطرف التاني بقى أنت ولا مين أنا ووالدته قلت ده يبقى نجم جانب رأينا كان يمكن محمد وقتها لسه برى تصنيف المحل لنشئين كده برد أنا ذكرت خلي بالك دور الأسرة يعني والدته وانت قلت تحدته يعني مسؤول كبير في الاتحاد أنه لا أنت تشوف حد تين خرص طب استندت على إيه طيب طب والدته عارفه لا أبو تحب وعارفه وعارفه جيناته أيها ربي طب انت استندت عليها كبت حكتين مهمين اللي كانوا غير الآمل طبعا واننا ده اللي شغال ما عايز يوصل يعني حكتين مهمين جدا أن في الحتة بتاعتنا نحن في الأداء أو في التواقع بتاع الأرقام بتبقال ليه علاقة كبيرة جدا بالفوليوم بتاع الشغل هو بيتمرن يعني هو بيحقق أرقام معاينة مثلا بتخليه خامس معدلات تمرين دي لو مش عالية لو هو حقق المعدلات دي بفوليوم تمرين قليل ده معنا أنه هو جسمه عنده القابل أنه يتطور ليه في العضلية كويس تكوينه كله أداءه أو وظائف جسمه في الحاجات المطلوبة منه عندها قابلية فلما هو يحقق أرقام معاينة فوق المتوسطة بتدريب قليل بفوليوم قليل بيبقى متوقع جدا أنه لما ياخد جرعات تدريب بشكل منتظم أو تتدرك فيها ما هو يحقق أرقام فده كان الكيس بتاع دي كتحالة محمد أن أرقامه مالهاش علاقة مالهاش علاقة بالمحتوى اللي بتمرنه فده اللي كان خلينا متوقعين أرقام الحاجة التانية اللي مهمة جدا اللي هي بيسموها بقى المايند إفكت أو المايند سات إنه عنده بطل في البيت فغالبا مش هيبقى مستبعد إنه يعملها هي بشكل عادية زي ما بتشوف دول معينة مسيطرة زي جمايكا يسلموها البعض فشايفين بعض مش مستصابين الموضوع وهي قصة دايما بتكون هي دي الحتة المصيرية مرافو عليك سبحان الله الأم بحبها لابنها هي كانت مراهنة عليه مدربة بالأرقام بقى بشي الحب مستتيجة محبة بقى في كل حب على فكرة الجزء النفس تعقوية الأسرة بقيت فعلا فاهمة أني أنا أنا بقول حتة الحب دي طبعا كمسال عام أن أي أم بتدعم طبعا طبعا إنه لأ أكيد من حضورها مع أحمد فهم طب خلينا روح معك كابتن عن إحساسك بالنجاح أنا دايما بحب أتكلم عن المجهود والتعب والتخطيط وغيره وغيره طب النجاح بقى لما بنقى تشيف حاجة فيها نجاح ومنصة ومديدة دهب على العالم كله في لقبة دول كبيرة جدا بتحتكرها بقالها سنين كلمنا على لحظة النجاح دي نظرة النجاح لنا وإنه احنا بنقعد بقى بعد حاجة ونقعد نتكلم مع بعض اللحظة دي إيه طبعا أنت صورت القصة بشكل حلو جدا والحبة اللي هما بعد المكسب وقعدة الكلام واللي ممكن تطول وممكن تكمل يعني لفترات طويلة طبعا لحظة فخر كبيرة جدا بتفتكر المجهود اللي اتبازل بقى سواء كمداربين أو إداريين أو انت وانت شفت اللعيب قدامك واللحظات اللعيب برضو زي ما بيتمرن وفي لحظات قوة في لحظات انكسار كتير وإزاي يرجع منها وإزاي يرجع منها وفي الآخر طبعا لما توصل ان انت تبقى تبقى في السلام الوطني بيتضرب أو حتى على فكرة لحظة النجاح مش شرط خالص تبقى مدالية فقط ممكن يبقى عندي لعيب مثلا ما بيوصلش يبقى عندي لعيب بالزبط يحسن أرقامه بشكل كبير جدا فكل الحالات دي الحقيقة بتخلينا نفتخر جدا من نفسنا إلى جانب أن الحقيقة بتخلي وضعنا مختلف نهاردة مصر في الخماسي لها كلمة النهاردة في ظل مثلا أي يعني احنا عندنا مثلا زي محرك ذكرت موضوع التغيير مثلا بتعليلها بالخمسة في ناس مقيدة وفي ناس معرضة مصر نهاردة ما بتتكلم انت أكدنا عشر دول تتكلموا بقوة لأن انت النهاردة انت بتروح تقول أنا في طولة العالم للشباب أنا محقق تلتاشر مدالي منهم تمانية دهب تاني دولة بعديك مثلا هي بتعتبر من أعظم الدول الخماسي على مرة التاريخ ولا كوريا ولا المجر ولا ولا بتتكلم في 4-5 مداليات فانت النهاردة قوة عظمة في اللعبة تمام فمش بس الموضوع بتفتخر بالإنجاز واللحظات دي كحتة عاطفية أو كده انت بقى لك قوة الحقيقة كبيرة جدا وسط العالم في نهاردة الخماسي طيب أنا محتاج بقى بقى بردورة من كابتن عبد الرحمن أمور كثيرة تخص تجريب كمان أحمد ومحمد بس خلط على الفصل أعزائي المشاهدين ومنكمل حوارنا عن إنجازات الخماسي الحديث ولكن بعد أهلا بحضراتكم من جديد ومنكمل حوارنا طبعا الخماسي الحديث وأصبحنا بإعتراف الجميع دول عظمة في الخماسي الحديث بفضل الله سبحانه وتعالى ومجهود الكباتين الكبار اللي معايا في الستوديو ومحمد كمان قاد معنا في الكواليس محمد الجندي هرجع لك كابتن عبد الرحمن يعني أكيد أحمد ومحمد يعني فيه اختلافات وإحنا في بره الهواء تكلمنا أنت كمان مرة أنت كابتن ياسر تكلمني عن اختلافات كل واحد عن التاني يعني إيه اللي انت شفت مختلف عن التاني بص يمكن نقول بنتكلم على اختلاف لو بنتكلم على التلاتة بقى مش على حمد ومحمد بس كابتن ياسر من الناس اللي هي زي بقول لك ما عندهش أكتر من طريق هي شايفة طريق واحد بس إن هو مكتهد تماما بيجمع خبراته بيجمع بنفسه يمكن الطريق ممهد لأحمد ومحمد شوية إنما ياسر والجيل ده بذل ما جود جامل إنه يجمع بنفسه خبرات كثيرة في اللعبة نفسها وخبرات في احتياجاتهم الشخصية يمكن في الجيل دلوقتي بتأحمد ومحمد إلى حد كبير فيه خبرات بسبب سواء نجاح اخفاقات تمت في الأجيال اللي فاتت وفيه خبرات في التعاون الفردي مع الحالات نفسها إن إزاي أحمد ومحمد مختلفين عن وكل واحد من التمانية اللي في المنتخل مختلف عن التاني إزاي ده لو هم بلعبوا ريضة واحدة ما بلاج يلعبوا خمسة فكل واحد لإحتياجاته يمكن الفريق الواضح اللي بين أحمد ومحمد أحمد عنده الموهبة في ريضات الرقمية أعلى كتير من محمد ومحمد العكس في المبارزة يمكن الموهبة عنده مزاجة مزاجة أنا أنا بحبها محبش السباحة ما كانوش هلو السباحة كبير طريق جاية في طريق مزاجة ياخد أول وثاني ساعتها فيمكن ده الفرق جوه الرياضة نفسها في الأداء عبر رقمية عند أحمد هم هوب جداً فيها وبيستقبل تدريب فيها إنما التنين متزمين أو التلاتة متزمين في النحطة ما كانوش هيبقوا أبطال في الخماسي يعني أنت يعني برضو ما شاء الله ما كتر يعني زاعة سيتك أو زاعة سيتك في الخماسي قولوا حتى شغلت مع منتخب مصر كبير كورة كلابنا صح؟ حقيقياً بس في معلومة أنا شغال في الدوري ممتاز في الكورة في جهاز التنمال النحاس بقالي أربع مواسم أصلاً في الكورة شغال كل قدر متخصص في الأحمال في الكورة بقالي فترة كبيرة شغال في الدوري ممتاز 17 أنا أحلم به وربنا كرمني به زي المدالية اللومبية كده أن أنا أمسك المنتخب فأصبحت في المعد البدني المنتخب مصر الأول مع مستر فيتوريا الجهاز الحالي جهاز الحالي هل مدأتوا هل بدأت أمينوا حاجة في الكورة اشتغلتوا حاجة ولا لسه ما فيش تجمع حصل بدأنا المعسكر الأولاني طبعاً ما حصل لفايد كان في نيوم 13 اليوم 27 9 من ماتشين والدين أمام نيجر وليبيريا كان بالنسبة لنا طبعاً يعني معظم الأجهزة جوه الجهاز الطبي طبعاً عندنا حاجة فوق المحترفة الدكتورة أبو العيدة والمتقم بتاع كله في إحنا كجهاز جديد يمكن كجهاز فني كلنا جداد بعد حل الأداء محمود سليم موجود من الأول فإحنا بنستكشف حاجة كتير منها الأجواء منها اللعيبة بنجمع يمكن تكتبوا كل حاجة الجهاز الفني ده أنا الصراحة يعني طب قولي محمد صلاح مثلا محمد صلاح كان موجود في الجهاز معلش أنا آسف يا كابتن أطلع مادام صلاح داخل في الموضوع أنا أقعد أسمع بقى مأك قلبي لازم أقعد أسمع فمحمد صلاح يعني لما بيجي انت بتبتدي تلسك التمرين وتبتدي تجاهز يعني بينصعليك ويشتغل معاك ولا بتحس ان هو العيد محترف وكبير يعني قولي بأمانة بص أنا أقول لك بأمانة الأمانة يعني أنا لسه بتكلم في موضوع داخل أصلا ممكن مبارح فبقول لهم محمد صلاح وحجازي دول صمام أمان الفرقة يعني هم اللي بتحس هم منجحين أجواء التمرين والله ده مش يعني حتى لو كان في الكابتن كابتن هقوله مش قصة الالتزام فيه لعيبة كتير بتخش الجم وفيه لعيبة كتير بتاكل صحي وبس هو قدوة في دقة شغله وفي ان هو بيسعى النهاردة يمكن كل يوم لحاجة جديدة هو حتى أنا مدمن في التركيز في التفاصيل ففيه لعيبة كتير كبيرة في المنتخب مش عايز أنسى حد بس لعيبة الكبيرة يمكن صلاح وإنني وحجازي يمكن ما لسه قبلتش إنني بس إنهم صمام أمان في أدواء المعسكر ما شاء الله يعني أنت بص لما يعني أنا عرفت أنتم تكسبوا لي هاخدنا المعسكر نتصار معصر آه نروح طبعا بس أنا أتكلم بأمانة كابت الناسر أنا عرفت ليه الخماسي أصبح دولة عظمة في العبادين لأن أنتم جايبين أكفأ ناس في مصر أنا أتكلم بأمانة يعني قاعد معي في الستوديو النهاردة ناس وكبات يعني كبات مصر كلها وحاجة قدوة فأنت قلت كلمة في الأول أنتم معك جيش وكلهم كويسين فلازم يبقى النتيجة كده بس خلينا ما ننساش دور المهندس شريف أنا أنا لو ما كنت استئلت كنت أنا أقول الحقيقة الحقيقة الإدارة تلعب دور كبير جدا والواحد زمان هو صغير برضو قبل ما ياخد شوية خبرات وكده كان بيظن أن المدرب هو يعني اللي في يلعب الدور كله أو المدير الفني أو اللاعب أو إنما الحقيقة بدون إدارة نكحة تمام مستحيل أن نحن نوصل حتى الربع هذه الإنجازات المهندس شريف الأجان أثبت أنه في فترة نحن نتكلم أنه ابتدى فترته 2013 يعني كمادوه مش نتائج فقط نحن بنتكلم على مستقبل بنتكلم على تنظيم بنتكلم على دور حيوي مصر وابضع مصر بالضبط هذا في لجنة من لجان التحاد دولي ككادر مصري ده حقيقة ده اللي أنا بقوله وده برضو الجميل حقيقة في المهند الشريف واتحادنا دلوقتي أنه دايما دايما دي كلمته على طول أي واحد مصري هيقدر يبقى له أي دور سواء كان صغير أو كبير جدا في أي لجنة من لجان أو أي منصب مناصب بيزقه على طول إحنا بتدنا مصر بتدت تصدر مدربين إحنا عندنا كان الكابتن عوض سامي مدير فاني تركيا الفترة طويلة الكابتن وليد السيد اشتغل في إيرلندا وشغال دلوقتي مع جواتيمالا إن شاء الله فاستانوا بخبرات مصرية دي حقيقة مدربين مصريين دلوقتي بقوا يلفوا العالم كله الحقيقة المدربين بتاعنا بيدوا كورسات دولية للدول النامية فتحية كبيرة جدا للمهندس شريف العريان واتحاده كله محترم طبعا سقدر أقول أسمهم إنما كلهم ناس محترم وكل واحد بيضيف بشكل كبير جدا في حتة معينة بتخدم في الآخر على المنظومة ككل كابتن عبد الرحمن يعني كابتن ناس الحقيقة بيقول كلام يعني أنا بيخليني أبقى سعيد إن في مصر في منظومة زي كده بس خلينا أكلمك كابتن إنه يعني شغلات حددك عايزة قرية مستمرة وعايزة اطلاع لأن أنت بتنافس أنت في الكواليس وفي لعيبة عالم تانيين برضو وراهم ناس جامدة في الكواليس يعني بتحرص إزاي أنت تتطلق على أحدث الجديد وأحدث حاجة في العلم في المجال بتاعك سواء أعداد بدني أو تجهيز أو أو نفسي حاجة دائما بأقولها يمكن في المحاضرات إن الجسم البشري بيستكشف يعني الجسم البشري والتعامل معه تطويره لازم يخضع للعلم مفعش للأرأة الشخصية ولا حتى التفكير المنطقي لازم تبقى أنت حتى الأبحاث كلها في الرياضة في الأداء البشري عموما أبحاث تجربية بنستكشف استجابة الجسم للنوع دم التدريب أو الحجم دم التدريب فدي بقى يعني رد ونصيحة هو عشان تعمل إنجازات في الرياضة لازم علم وعشان تعرف تكررها لازم يكون في علم عشان تعرف تكرر الإنجاز لازم تبقى عندك كل المتغيرات اللي خلت الرقم دا تحقق وخلت الإنجاز دا يحصل فيمكن إحنا دلوقتي الصوبة المفتوحة للعلم أنا يعني بتمنى إن إحنا كلنا نفضل يعني إذا نقول برو أكتف كده إن إحنا نجمع علم وفعلا نستكشف الجسم البشري لأننا بنفسي أبا استفاد كابتن عبد الرحمن عيسى مدرب طبعا منتخب مصر للخماسي نورتين وشارفتين يا كابتن شرف لنا كابتن ياسر طبعا نورتين وشارفتين المدير الإداري أو المدير الرياضي خلينا نحدد لك عشان نجد علينا المدير الرياضي لاتحاد الخماسي الحديث مشكرك نورتين وشارفتين نهار دا كابتن بصر حضرتك واستمتعنا جدا الحقيقة بالحلقة أشكرك يا كابتن أعزائي مشاهدين دا كان لقاءنا مع أبطال أبطال بجد أبطال عالم وأبطال من دهب دولة عظمة في الخماسي الحديث بشكركم من حسن المتابعة وانتظرونا في لقاء جديد وأبطال جدد في حلقة أخرى من الأمطار